بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أهلا بكم حبيبنا دكاتر السنة ربعة ابتداء إزايكم عامليني يا رب تكونوا بخير معكم مستر إبراهيم السيد إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح منهج العلوم المنهج الجديد وكنا وصلنا مع بعض يا سنة ربعة عند المفهوم الثاني في الوحدة الأولى وهو بعنوان كيف تعمل الحواس وخليونا كده نبدأ بالدرس الأولى على طول عشان ما نطولش عليكم بس قبل ما ابدأ فيه عندك المفهوم الأول كامل بالدرس بتاعته موجودة على القناة ارجع تابعه الأول وبعدين تعالى كمل معنا أول درس في المفهوم الثاني لأن العلوم سلسلة ربطة مع بعضها زي ما أنت عارف فعشان تبقى أنت المعلومات ماشية مع بعضها ما فيش حاجة تقع منك في النص فيلا بنا كده نبدأ بالنشاط الأول يا مستر تعالى كده ناخد سؤال فكر يجي يقولك ايه اكتب الحسة المناسبة أسفل كل عضو وطبعا جايب لك مجموعة من الحواس عندك مثلا حسة الشم عندك حسة التزوق عندك حسة البصر عندك حسة اللمس عندك حسة السمع دي كده الحواس الخمسة خلاص كده طيب وجايب لك الأعضاء الأعضاء بتاعت فاحنا هنكتب تحت كل عضو من الأعضاء الحسة المناسبة للعضو ده فجايب لك العين الحسة المناسبة للعين هي ايه انت عنيك بتعمل ايه بيها بنشوف بيها صح اه يبقى رؤية يبقى وظفتها ايه الرؤية يبقى ازا الحسة بتاعت العين العين بتحس الرؤية يبقى ازا هنا اللي هي البصر يبقى ازا هنكتب البصر تحت العين طب رقم اتنين الأذن عضو الأذن ودانك وظفتها ايه ودانك وداني وظفتها ان انا بسمع بيها يبقى وظفة وداني هتبقى السمع يبقى نكتب السمع تحت الأذن رقم تلاتة الأنف الأنف ده وظفته ايه بنتنفذ بيه يبقى ازا وظيفة الان فى نقول له الشام عندك اللسان اللسان ده وظيفته ايه قالك وظيفته التزوق انت اي اكل بتدق وبتدق بلسانك يبقى ازا وظيفة لساننا ان احنا بنواتزوج بيه يبقى التزوق رقم خمسة الجلد وظيفته ايه جلد جسمك ده وظيفته ايه بنحس بيه انت لما تمسك كبات شاي سخنة تحس بالسخنية نتيجة ايه ان جلدك فيه ايه اعصاب بتحس بالسخنة طب لما تمسك حتة التلج بتحس بالبرودة لان جلدك وظفته هنقوله اللمس يبقى الجلد هنا وظفته ايه اللمس تلمس بيه الاشياء وتحس من خلاله يبقى اذا هنا الجلد هنكتب تحته اللمس طيب تمام اهو من هنا بقى الحيوانات برضو عندها نفس الحواس اللي عند الانسان بالزبط يا مصدر مش احنا عندنا خمس حواس اه انت عندك حسة عندك اللسان عندك التزوق عندك العين وظفتها الرؤية عندك الازن السمع عندك الانف الشام عندك الجلد لسا ايه اللمس او الاحساس فيبقى نفس الحاجات اللي عندك دي نفس الحواس اللي عندك دي موجودة برضو عند الحيوان اه هو الحيوان ده كان حي برضو طيب الحيوانات بتستخدم الحواس دي في ايه انك بتستخدمها في التواصل وفي نقل المعلومات فيما بينه يعني ايه تواصل انت لما بتيجي اما هو انت بتتواصل اصلا مع اللي حواليك مع والدك والدتك اخوك اختك اه جيرانك بتتواصل معهم بايه بتتواصل معهم بالحواس الخامسة اللي عندك دو بتشوف بعينيك اه بتتكلم اه ببقك بتسمع بودانك اه كده يعني انت بتتواصل مع البيئة اللي حواليك بالحواس الخامسة دي اه نفس الحكاية الحيوان بيتواصل برضو مع البيئة بتاعته مع اخواته من الحيوانات او مع نفس فصلته من الحيوانات برضو بنفس الحواس دي طيب يبقى اذا الحواس دي هو بيستخدمها في التواصل ونقل المعلومات طيب كمان الحواس دي مش على قد التواصل ونقل المعلومات بس لا تاكمان بتساعد الحيوان في التكيف مع البيئة اللي هو بيعيش فيه طب تعالى كده ناخد مثال عندك مثلا فيه حيوان اسمه حيوان النمسي المصري الصورة اللي قدامنا ده الحيوان اللي قدامنا في الصورة ده الحيوان ده بيستخدم الحواس بتاعته عشان يعرف الاكل بتاعه فين يبقى بيستخدم حواسه في التعرف على مصدر الغذاء المم بتاعه بيعرف الاكل بتاعه فين منين من حواسه وكمان بيستخدم الحواس بتاعته في الاحساس بالخطر يعرف اذا كان فيه خطر حد جاي افترسه ولا حاجة او فيه خطر قادم عليه او كده قالك برضو من خلال الحواس بتاعته يبقى اذا بيستخدم حيوان النمسي المصري حواسه في التعرف على مصدر الغذاء تاني حاجة الاحساس بالخطر كمان حيوان النمس بيصدر مجموعة من الاصوات تلاقيه وهو عمال يتحرك كده هو عمال يطلع اصوات الاصوات دي احنا ببلينا ان هي سرسرة خلاص كده صوت السرسرة شفت انت حتى لما حد يجي يتكلم كتير 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 كده ما تفهملوش اي حاجة قلت انت قعد عمال تسرسرة هو نفس الحكاية صوت السرسرة بتاع النمسي ده انت يتحرك ان هو بيطلع صوت كده اي كلام صوت صوت كده وخلاص لا الصوت ده بيبقى صوت او وسيلة ان هو بيتواصل بيه مع الحيوانات التانية بتاعت النمسي الاخرى يعني بلغتنا كده بيكلم اخواته من حيوانات النمسي الاخرى بالصوت ده يبقى اذا يصدر مجموعة من الاصوات هي تبدو لنا احنا اكنها صرصرة بس هي في الحقيقة ايه قالك الصوت هو بينقل برسائل الى حيوانات النمسي الاخرى طيب بيصرصر لهم امتى او بيطلع على الصوت ده امتى عند التحرك من مكان له اخر لما يكون هيمشي بمكانه ويروح مكان تاني فيبلغ زميله يقول لهم ايه يبلغهم بالصرصرة دي يقول لهم يلا عشان هم نتحرك من المكان ده نروح مكان تاني او ممكن يستخدم برضو صوت الصرصرة ده عشان يقول لهم يلا نبحث عن الاكل بتاعنا يا جماعة تعالوا كده ما نروح نتنقل في مكان تاني نبحث عن اكلنا يبقى اذا صوت الصرصرة ده بيستخدموا عشان يوصر رسالة الحيوانات النمسي الاخرى بايه عند التحرك من مكان لاخر او عند البحث عن الغزاء طب تمام طب عندك حيوان كمان يا مصطر عندك الكلب مثلا عارفين الكلاب او عارفين الكلاب يا مصطر الكلب ده اللي ما تعرفوش عنه انه عنده حسة شم قوية جدا حسة الشم عنده دي قوية جدا 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 ولذلك انت تلاقيه حتى بيستخدم فيه الجيوش والزباط بيستخدموه وخصوصا اللي موجودين في الامن والحراسات في المطارات والحاجات دي اللي هما بيكتشفوا بها المخدرات والتهريبات والحاجات دي قالك فالكلب ده من الحيوانات اللي عندها حسة شم قوية دي بقى بتساعده في التعرف على المواد الخطرة والممنوعة وكمان الكلب ده بيصدر مجموعة من الاصوات والحركات عشان ينبه رجال الامن هما بقى بيفهموله يصدر حركة معينة او صوت معين يعرفوا ان مثلا الشنطة دي فيها مثلا حاجة ممنوعة تال مكان ده فيه مثلا متفجرات يبقى اذا هنا الكلب قدر يوصل رسالته هي برضو بس قدر يوصلها عن طريق الحواس تمام كده تمام يبقى اذا وسيلة في التواصل ولا مش وسيلة وسيلة يا مصدر في التواصل طب يسألك سؤال يقول لك كيف تستقبل الحيوانات المسيرات من البيئة وكيف تستجيب له ازاي الحيوان بيقدر يستقبل المسير من البيئة يقدر ينتبه للحاجة اللي موجودة في البيئة ويقدر ان هو يبعث لها رد فاعل الحيوانات بتستقبل المسيرات دي باستخدام ان ايه الحواس بتاعتها فبعض الحيوانات لديها حواس قوية زي حسة مثلا الشام او حسة البصر طب بتستجيب لها ازاي؟ بتستجيب للمسيرات دي بالاصوات او الحركات اللي بتستخدمها في التواصل يبقى اما النية بتستجيب لها بالاصوات زي مثلا النمس المصري زي ما قلنا دلوقتي انه بيطلع صوت زي الصرصرة عندك الكلب بيعمل حركات بتنبه رجال الامن خلاص كده دي استجابة هي يبقى ازا تستجيب الحيوانات للمسيرات بالاصوات او الحركات طيب كده نكون خلصنا نشاط رقم واحد ويلا بينا نتنقل على نشاط رقم اتنين بعنوان حواس الدولفين يجي يقولك فكر اكمل العبارات الاتية رقم واحد تتمتع الكلاب بحسة نقط قوية تساعدها في التعرف على رائحة المجرمين الكلب عنده حسة ايه قوية بتساعده انه يعرف المجرم لسا قلنا من شوية بحسة ايه شم اه بيخلوه يشم الحاجات دي قالك عنده حسة شمه قوية رقم اتنين تتواصل افراد النمس المصري فيما بينها باستخدام حسة طبعا هو النمس زي ما احنا خدنا انه هو بيتواصل عن طريق اصدار اصوات تبدو لانا كالصرصرة طب الصوت ده من اللي هيستقبله من الحسة اللي هتستقبله في حيوانات النمس هي حسة السامع يبقى ازا باستخدام حسة السامع طب تعالوا بقى يلا نتعرف على حسة السامع عند الدولفين حسة السامع دي يعني انك تسمع الاصوات اللي حواليك دي دي من النعم الكبيرة جدا عليك وتعتبر حسة السامع في القرآن الكريم حتى مقدمة على حسة البصر يعني انت شوف كده فئة في القرآن سبحان الله يقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان السامع والبصر والفؤين تخلي بالك شوف الترتيب ان السمع سمع جي الاول ها والبصر وبعد كده البصر رأي مع ان هم كلهم مهم ينسوف ترتيب رباني ان السامع والبصر يعني معنى كده ان السمع متقدم على البصر ليه لان تخيل حياتك كده اقفل ودانك كده تخيل حياتك من غير سمع سبحان الله انت معازل عن العالم تمام يمكن تقدر تستحمل شوية لو مفيش بصر ليه لان انت سمع الاسوات ومدرك الحياة حواليك لكن لو مفيش سمع وفي بصر تبقى الدنيا صعب فسبحان الله السمع ده من الحواس المهمة جدا عندنا نحمد ربنا عليها الحمد لله وعلى كل نعم يبقى ازا بقى حسة السمع دي من الحواس المهمة جدا بنستخدمها في جمع المعلومات والتعرف على ما يحدث من حولنا يعني بنعرف بيها كل حاجة بتدور حوالينا في البيئة او نفس الحكاية برضو بعض الحيوانات زي الدولفين عندها برضو حسة سمع فائقة بتساعدها على البقاء على قيد الحياة طب الدولفين ده بيستخدم حسة السمع دي في ايه؟ في حاجة ايه؟ اول حاجة في البحث عن الطعام اللي هي الفرائز بتاعته عشان يأكل بيبحث عن اكله بايه؟ باستخدام حسة السمع تاني حاجة حماية نفسه تحت الماء في الظلام انه يقدر يحمي نفسه تحت الماء في الظلام طيب باي اذا يا مستر دلوقتي حسة السمع دي عنده الدولفين بيستخدمها في البحث عن الطعام تاني حاجة حماية نفسه تحت الماء في الظلام هناخد بعد كده تحديد الموقع بالصدى ايه هو الصدى دي يا مستر؟ دي بيستخدمها الدولفين في تحديد الموقع بالصدى تحديد الموقع بالصدى دي بيستخدمها الدولفين في تحديد موقع الكائنات الحية والاشياء اللي موجودة تحت سطح الماء طب ازاي بيعمل الحركة دي؟ اول حاجة انه هو بيصدر صوت على شكل موجات تسمى الموجات الصوتي يبقى اول حاجة زي ما احنا شايفين كده قدامنا انه هو بيصدر صوت الصوت ده بيخرج على شكل الموجات الصوتي تمام الصوت ده بيدانه ماشي في الماء تحرق في الماء لغاية ما يقابله اي جسم بقى او اي شيء يغبط في اي حاجة يعني طيب يبقى ازا تاني حاجة تتحرك الموجات الصوتية خلال الماء هي ده ان الصوت ده ماشي طب لما يغبط في حاجة عند اصطدامه اللي بيحصل بيحصل له عملية ارتداد او انعكاس ينعكس تاني يعني هو لو كان ماشي وطلع شمال هيرجع له تاني مين يرتد وينعكس تاني يبقى ازا عند اصطدام الموجات الصوتية بالاكسام ترتد الى الدلفين على شكل صدى عامل انت مثلا لما تكون بتتكلم في مكان واسع خالي فاضي يعني مثلا انت عندك وشقة مثلا لسه جديدة وفاضي ما فيهاش اي اعزال لو انت تكلمت فقط تلاقي صوتك عمال يتردد يعني انت تقول مثلا ان ابراهيم تلاقي حد بيرد علي كلك ابراهيم اه ده اسم الصادة الصوت اهو نفس الفكرة ده ايه هي برضو اللي بيعملها الدلفين انه اول حاجة بيصدر موجات صوتية يصدر صوت الصوت ده بيمشي في المية اول ما الصوت ده يخبط فاي جسم في المية يروح جاي مع عكوس تاني ورجع له اهو نفس الفكرة انت لما بتتكلم صوتك بيرجعلك ليه تاني او بيرده عليك ليه لان انت لما تكلمت صوتك خبط في الحيط فالحيطة ده جسم صلبة جسم يعني جسم عكس الصوت فالصوت رجعلك تاني في شكل صادة صوت فاول ما الصوت بقى بيرجع في شكل صادة للدلفين بيقدر من هنا يحدد موقع الفريسة بتاعته سبحان الله يبقى تاني يا مصدر ازاي الدلفين بيقدر يحدد الموقع بالصادة اول حاجة انه بيصدر اصوات تنتقل في الماء على شكل موجات صوتية تصطدم هذه الموجات بالاكسام ترتد الموجات من الاكسام الى الدلفين على شكل ايه على شكل صادة يساعد الصادة الدلفين في تحديد موقع الفرائس والاكسام طيب تعالوا يلا بينا بقى نعرف تحديد الموقع بالصادة هو قدرة بعض الحيوانات على تحديد موقع الكائنات الحية والاشياء باستخدام الصوت طيب الصادة ايه هو هو ارتداد الموجات الصوتية عند الاستضام بالاكسام طيب وبكده نكون خلصنا نشاط رقم اثنين طيب يلا بينا كده نتنقل على نشاط رقم ثلاثة وهو بعنوان ما الذي تعرفه عن كيفية عمل الحواس طيب تعالوا يلا بقى ناخد استخدام الحواس الخامس طبعا الانسان والحيوان اللي اتنين دول بيستخدموا الحواس بتاعتهم زي ما قلنا للتعرف على العالم من حوله مشان نعرف نعيش في البيئة اللي حولنا ونتفعل معاه وتتفعل معانا طيب يلا بينا كده نبدأ بحسة البصر حسة البصر دي بنستخدمها في اماستر بنستطيع رؤية العالم من حولنا من خلال عينينا رقم اتنين السمع بنستطيع سماع الاصوات من خلال الازن طب رقم ثلاثة اللمس بنستطيع لمس الاشياء من حولنا والاحساس بها من خلال الجلد رقم اربعة التزوق بنستطيع تزوق الطعام والتمييز بين الطعم سواء بقى كانت تعمل اكل ده حلو او طعمه مالح او مر من خلال ايه من خلال اللسان رقم خمسة الشم بنستطيع شم الروائح من خلال ايه الانف يبقى اذا العين وظفتها البصر الازن وظفتها السمع الجلد وظفته اللمس اللسان وظفته التزوق الانف وظفته الشم طيب ناخد بعد كده بقى الاحساس في الحيوان طب يا مصر هي الحيوانات بتستخدم الحواس بتاعتها الخمس تمام انت قلت لي كده طب هي بتستخدمها ليه يعني ايه الهدف من ان الحيوانات بتستخدم حواسها الخمس عندك مثلا الحيوانات بتستخدمها عشان تجنبه المخاطر ايه تجنب خطر معين فيهرب يبقى اذا ده اول حاجة يبقى تجنبه المخاطر تاني حاجة البحث عن الطعام ممكن تكون الحيوانات بتستخدم الحواس دي كمان في البحث عن طعام فيه حيوانات بتستخدم الحواس ديه بتعرف الاصدقاء كمان بتستخدمها فيه تمييز الاشياء تستخدمها في ايه في تجنب المخاطر البحث عن الطعام تعرف الاصدقاء تمييز الاشياء رب تعالى كده ناخد امثلة على استخدام الحيوانات للحواس عندك مثلا حرباء النمر الحواس اللي هي بتستخدمها بتستخدم ايه بتستخدم عندك حسة البصر وحسة التزوق طب الغرض من استخدام الحسة دي ايه البحث عن الطعو رقم اتنين عندك الكلب بيستخدم حسة ايه البصر والشام والسامة طب الغرض من استخدامهم ايه التعرف على الاصدقاء عندك الحيوان التالت السعلب بيستخدم حسة ايه عندك البصر عندك اللمس عندك السامة طب الغرض منهم ايه ده النب الخطر طب عندك البومة بتستخدم حسة البصر وحسة السامة في ايه في تمييز الاشياء طيب تعالوا يلا نتنقل بعد كده على الاستجابة الحسية يعني ايه استجابة يا مصطر حسية يعني مثلا انت لو مثلا ايدك اتشكت بدبوس او شوكة مثلا رحت على نبات كده صبروا في شوكة وراح اتجاد شوكة شكتك في ايديك او مثلا مسكت حت التالج في ايدك او مثلا لمست كباية شاي سخنة ايه اللي بيحصل عارف انت رد فعلك اللي بيحصل ده ده بنسمي استجابة حسية طب هي ازاي تمت الحركة دي عشان تحصل سبحان الله انك تستقبل وتستجيب كده في ثواني ده ايه اللي حصل عشان يحصل كل الكلام ده اللي حصل ان جلدك ده عضو الحس زي ما احنا اتفقنا الجلد ده هو استقبل المعلومة المعلومة هنا ايه اما بقى انها تكون شوكة مثلا شوكة نبات شكتت او انها تكون مثلا قطع التالج او انها تكون مثلا لمست كباية شاي دي اسمها المعلومة يبقى من اللي استقبلها الجلد ده عضو الحس طيب استقبلها ووصلت الاعصاب للمخ المعلومات دي فالمخ عملي بقى للمعلومات دي المخ بدأ ان هو يعالج المعلومات دي ويبدأ يبعث لها تفسير يبقى المخ يخذ المعلومات دي استقبلها وبدأ يفسرها خلاص كده فلما فصرها انت ادركتها ادركت ان فيه هنا حاجة شكتني ادركت ان هنا انا مسك حتة التالج ادركت ان هنا ان انا مسكت كباية شي ساخن ففي الحالة دي بقى بيبعث لك الاستجابة فلما بيفصرها انت في الحالة دي بتدرك بقى فبتشعر مثلا بالبرودة بتشعر مثلا بواغزة دبوس او واغزة الشوكة بتشعر مثلا بالسخونة لو انت لمست كباية الشاي دي تمام كده طبيب اذا تتم معالجة هذه المعلومة عن طريق ايه عن طريق المخ يبقى انت عايز تقول لي يا مصدر ان المخ هو العضو المسؤول عن معالجة المعلومات الحسية وادراكها ايوه وعضاء الحس هي اجزاء من جسم الكائن الحي مسؤولة عن استقبال المؤثرات من البيئة الخارجية زي يعنيك اذنك انفك لسانك جلدك ايوه تمام خائب بكده مكون خلصنا الدرس استنونا في شرح باقي دروس المنهج كان معكم مستر ابراهيم السيد سبحانك اللهم وبحمدك الشهدو اللي هي الا انت استغفرك واتوب وليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته